اشتركوا في القناة كلام ده كله يجب ان نتخلص منه جميعا يمكن عبدالحيم حافظ قالها وستعلم بعد رحيل العمر بانك كنت تصارع خيط دخان فنرجو جميعا نكون احباب واصدقاء نتناسى وننسى اذا كانت هناك اساءة ونعيش في سلام كلنا وبما ان انا راجل بتاع كورة فبواجه كلامي ده اكتر لجمهور النديين الكبار اهلي والزمالك عايزين نبقى دايما متحبين وعندنا علاقات طيبة مع بعض عشان كورة بتاعتنا تتقدم اكتر واكتر شكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا على المسرح مع مونة عبدالوهاب الليلة العاشرة والنصف مساء في رمضان على قناة مصر الاولى